سامنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاختياطي والعدالة الجنائية للحكومة وأوجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتفعيل توصيات المتوافقة عليها استجابة منقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة كما أكد الرئيس السيسي على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعية بما يؤدي لتحقيق تفرة في التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعية جاء ذلك خلال اجتماع نعقد الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الموارد المائية والري والزراع واستصلاح الأراضي والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وخلال الاجتماع اطلع الرئيس السيسي على الجهود الجارية لتطوير البحوث وتعزيز الابتكارات في مجالي المياه والزراعة كما أكد الرئيس السيسي أن قطاع الزراعة يمثل عصبا أساسيا لجهود التنمية سواء فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية أو التصدير وتوفير فرص العمل توجه بدر عبد العاطي وزيري خارجية والهجر إلى العاصمة اليابانية توكيو لمشاركة في الاجتماع الوزري لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التيكاد الذي يعقد غدا الجمعة ولمدة يومين ويعقد الاجتماع الوزري لتيكاد هذا العام تحت عنوان المشاركة في إيجاد حلول المبتكرة مع إفريقيا ويهدف إلى تحديد أولويات تنموية متوسطة وطويلة الأجل في السنوات القادمة للشراكة بين إفريقيا واليابان مما يساهم في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة في إفريقيا أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي ناتنياهو وقال البيت الأبيض في بيان إن الاتصال الذي انضمت إليه نائبة الرئيس كاميلا هالرس ناقش وقف إطلاق النار وصفقة الإفراج عن المحتجزين والجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتورات الإقليمية تبادل حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي القصف على طول الحدود وعلى نجاش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم موقعا تابعا لحزب الله في مبنى بقضاء صور جنوب لبنان بعد أن أطلقت قضائف صاروخية باتجاه بلدة زرعيت شمال إسرائيل كما قصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية منطقة عيت الشعب وعلم الشعب جنوب لبنان وردا على العدوان الإسرائيلي أعلن حزب الله أنه قصف موقعا المالكية بالقضائف المدفعية قصف تقنع تراميم الإسرائيلية برشقة من صواريخ الكاتيوشا قال أندريا بوتشاروف حاكم منطقة فولغوغراد بجنوب روسيا إن حريقا اندلع في منشأة عسكرية بالمنطقة بعد السقوط طائرة أوكرانية مصير عليها دون وقوع إصابات وكانت روسيا قد أعلنت أحباط محاولة تسلل الجيش الأوكراني في منطقة بريانسك الحدودية المجاورة لكاسك التي تشهد هجوما للجيش الأوكراني ترجمة نانسي قنقر